هسا اكو قضية مهمة هنا ليش عملية عزل ترامب في مجلس الشيوخ هي شبه مستحيلة وصعبة للغاية ومن المرجح جدا انه مين عزل ترامب على الرغم من كل هذه الهوسة اللي صايرة اليوم اذا القينا نظرة الان على طبيعة مجلس الشيوخ وطبيعة الانظمة اللي محطوطة لهذا الامر تحديدا اللي هو العزل رح نكتشف انه الموضوع صعب جدا فعليا هسا هذه القضية في مجلس الشيوخ اكو طبعا خمسين من الاعضاء اللي موجودين في مجلس الشيوخ من الجمهوريين واكو خمسين من الديمقراطين حتى ينعزل ترامب لازم ثلثين مجلس الشيوخ يصوتون على عزل ترامب حتى يتم العزل يعني باختصار انه لازم سبعة وستين صوت يتصوت ضد ترامب اي بما معنى انه حتى نوضح لكم الديمقراطين هذي خمسين صوت هي ضد ترامب زائدا واحد يا خمسين زائدا واحد الصوت الواحد هذا اللي دا اذكره لكم اللي هو الصوت كامالة هاريس كامالة هاريس اللي هي النائبة الجديدة لرئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتخب جو بايدن هذي تقدر ايضا تصوت لذلك واحد وخمسين صوت ضد ترامب ولازم تنظاف من الجمهورين ينظافون 16 شخص حتى يوفون بهذه الشروط اللي موجودة فلذلك الشرط صعب جدا ومن المرجح جدا اللا يتم عزل ترامب ويعني يكون الامر انتهى في مجلس النواب وخلاص وانتهى هذا الموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة